السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبيب دفعة 37 تمنى لكم كونوا بخير ان شاء الله باذن الله في الفيديو ده هنستكمل سلسلة المراجعة النهائية اللي احنا بدأناها في ورقة ال جي او تي ان شاء الله تكون المراجعة مفيدة والحاجات البسيطة اللي احنا بنرجحها دي تكون بفايدة باذن الله في الفيديوهات دي باذن الله هنكمل حل اسئلة السنين اللي فاتت واسئلة السنين اللي فاتت انا هحلها لك اللي بالتفصيل امتحان دفعتنا اللي هو 36 وتلاتين. واللي بالمناسبة هيحتوي على اجزاء كتيرة من امتحان خمسة وتلاتين اللي هو مش متوفر. ولكن من السكيرينات اللي نزلت ان الامتحان جزء كبير منه موجود في الامتحان بتاعنا. ماشي? اه الامتحان انا بازن الله مقسمه على فيديوهين. الفيديو الاولاني. اللي هو ده بازن الله هنحل فيه الامسي كيو. لان ده اكتر جزء انطلب منكم. وانا في ذات نفسي فضلت ان انا اعمله في فيديو بنفصل بحيث لما انت تعوز ترجع له وتسمع سؤال ولا حاجة. اه يبقى موجود معك. والفيديو التاني هنحل في الامتحان كامل بازن الله. ده بالنسبة للمتحان بتاعنا. باقة الامتحانات انا عاملها لك في ريكوردات صغيرة. فيها حل اسئلة السنين اللي فاتت بتاعت كل موضوع دي هنستكملها على قناة التليجرام ان شاء الله. ماشي? اه يلا بنا نصلي على اشرف الخلق يا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في الامسي كيو بتاع السنة اللي فاتت. اه عايزك بس كده اديك شوية قواعد لما تيجي تحل الامسي كيو. اه اول قاعدة مهمة او ترجمت السؤال. انك تترجم السؤال بالعربي في مسود ده دي حاجة مهمة جدا. تاني قاعدة لما تلاقي كلمات مميزة في السؤال تشد تحتها خط. كلمات انت حاس انها ممكن تبقى مفتاحية. اسم عملية مثلا. اه كلمة نط. كلمة اكسبت. الحاجات دي يعني تشد تحتها خط وتهتم بيها. ماشي? تالت حاجة مهمة اول انك تقرأ الاختيارات كلها والترجمها. وجنب كل اختيار ان امكن تعمل نقطتين فور بعض وتكتب الحاجات المميزة ليه. وتشوفها هل تتماشى مع السيناريو بتاع الكيز ولا لا. كده بازن الله اضمنك انك على الاقل بنسبة سبعين تمانين تسعين في المية هتقدر توصل للاجابة الصحيحة. وارد ما تبقاش موفق وتختار الاجابة الخطأ. يعني اياما حصلت ساعتها هو بيبقى نصيبك. وحصل خير. ومكتوب لك الخير في غيرها يعني ان شاء الله. فدي قواعد همة مهمة او انك تلتزم بيها. اه تاني حاجة. ما حبش انك تحل سؤال في اخر السؤال. في اخر الورقة. الامتحان بيبقى ثلاث ساعات. ما تسيب ليش اخر ربع ساعة. انا كان واحد صاحبي كان نصاح لنصيحة مسلا ان انا بعد كل آآ كام سؤال على طول احل لي تلات اربعة جمل ايم سي كيو. جملتين ايم سي كيو. تفصل شيء من حل النظري في نفس الوقت كمان بتحل لك تلات اربعة خبس جمل ايم سي كيو في النص. آآ ترفرش بيهم دماغك. وارد يابلك فيهم اسئلة ما انتش عارفهم وارد يابلك فيهم مسئلة مش عارفهم. ساعتها هتعمل جنب السؤال العلامة. وهتسيبه الاخر الورقة. تفكر فيه بقى ببطء. لو انت عرفت مثلا تستخرج حاجة مساعدة من اي مرائب ولا حاجة يبقى كويس. ماشي? آآ يلا نبدأ باسم اللبع ونحل الاسئلة. بص معي. الابتحال ايم سي كيو بيبقى عبارة عن خمسة وعشرين جملة. كل جملة بدرقتين. يعني تلت الورقة بتاعتك على سؤال الام سي كيو. ماشي? الامتحانات يعني باذن الله الاسئلة من تمنتاشر لعشرين سؤال سهلين او متقررين. خمس اسئلة او سبع اسئلة بيبقوا جداد. منهم حوالي تلت اسئلة هتعرف تحلهم. ومنهم حوالي اربع خمس اسئلة تانين هيبقوا محتاجين تفكير وتركيز اثناء ما انت بتحل. حلوة اوي. دي كانت مقدمة بسيطة عن آآ الام سي كيو بشكل عام. نبدأ بقى في الحل. آآ اول سؤال كان عامل جدل كتير جدا من الفترة اللي فاتت. ودكتور محمد صبري كان قال الايجابة بتاعته ايه? تعالى مع بعض نفهم السؤال ونحاول نفهم وجهة نظر الدكتور ايه في السؤال. بيقول لك عيان عنده خمسة وتلاتين سنة. كان بيعمل امرجنسي راية هميكوليكتومي. انا شدت اعطاه خط حس انها حاجة هتفيدني في السؤال. ليه? لان العيان كان عنده آآ كارسينومة في الكون. حلوة بستو اوبراتفلي العيان. وجد ان هو عنده متاستاتيك ليجن في سيجمنت ثلاثة في الليفر. مفيش اي ميتس او اي دزيز تاني موجود. الاكشن اللي انت هتعمله? بص معايا. الاكشن اللي انا بعمله دايما في حالات الليفر ميتس ان انا بدي كيموسيرابي فولوود باي ليفر ريسكشن. طيب ما عدا حلقة واحدة بس. ان الكنسر البرايماري يبقى كانسر في الكولون. ساعتها متاح لي ان انا اعمل ريسكشن لليفر. لو كان المرض كونفايند اللوب واحدة فقط. ساعتها هنقدر اشيل اللوب دي وحيجيب لي كوراتفليت عالي. ليه? لان الكنسر كولون بطيء جدا جدا جدا. ياخد ربع الدايرة او بتاع الكولون في نصف سنة. تمام? فالكنسر بطيء جدا. فوجد ان هو لو عامل ميتس. ماشي الميتس دي في الليفر كونفايند اللوب واحدة. انا اقدر اشيل اللوب دي طالما ما فيش اي ميتس تانية. في اماكن تانية في الليفر او ما فيش اي ديزيز تاني ظاهر على العيان. ماشي? اعتقد ان دي الجزئيا للدكتور استند لها في حل السؤال. فساعتها الاجابة هتبقى ليفت هيباتيكتومي ديورنج النكست سيكتس ويكس. ليه? لان انا عندي ميتس وحيدة فقط في سيجمنت تلاتة. مفيش اي ميتس في اي سيجمنتات تانية. حلو. اه السؤال عشان اقولك الكيبورد بتاعته. عيان عنده كنصر في السيكم. بعدها اكتشف ان هو عنده ميتس في سيجمنت تلاتة في الليفر. العلاج بتاعي هيبقى ليفت هيباتيكتومي خلال النكست سيكس ويكس. ماشي? القاعدة في الليفرميتس ان انا بعمل كيمو. الاستثناء ان انا في حالة الكولون كانسر لو كان هو البراي ماري تيومر اقدر ساعتها اشيل اللوب اللي فيها الدزيز. حلو. نخش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقولك عيانة عندها اتنين واربعين سنة. جاية الاميرجنسي ديبارتمنت جاية قسم الطوارئ عندها سيفير ايبيجاستريك بيه. ماشي. افطر ايتنج للفيش والشيبس. البين روزولفز بعد ساعتين. بتاعتها سبعة وتلاتين ونص مش عالية بهمة قوي دي. وما عندهاش اي ابدومنال تندرنس والبلود انفستيجيشن بتاعها نورمان. يعني دي عيانة كل اللي عندها شوية بين وخلاص. هزا البين ليه علاقة باكل الفيش والشيبس. اللي هي بالمناسبة تعتبر فاتي مي. ماشي. الاجابة احتبقى ايه? هل بيلاريكوليك ولا كولانجايتس ولا كوليسيستايتس ولا بانكرياتايتس ولا بروفوريت الجول بلادار? سؤال جالك كده هتقرى الاختيارات كلها وجنب كل سؤال. وتتنفض بعض وتكتب ومميز فيه. البيلاريكوليك اعيان عنده مغس كلاو فقط. يعني واجع وخلاص. مفيش اي حرارة. الكوليسيستايتس واجع وفي ميرفي ساين وفي حرارة. حلو. البانكرياتايتس اللي هو الواجع بيبقى للباك. ويبقى اللي هي موجودة بتاعت الريترو بريتونيا انفلاميشن. دي العيان بقى اللي هو بيبقى داخل حتى في سيفير شوك. الحاجة الوحيدة اللي تتماشى مع السيناريو هي البيلاريكوليك. عيانة بيجي لها وجع في بطنها بعد تناول فيسو الشيبس. حد هيعترض ويقول لي المفروض اللي هنا يقول لي في البين يبقى في الرايت هايبوكندريم. ماشي. معاك. ولكن البين بتاع المرارة عامة ممكن برضو يبقى في الايبيجاستريك عادي. تمام? وكمان حاجة يعني هو بيزيد لك من الشعر بيت ان درجة الحرارة سبعة وثلاثين ونصف. فكده كل الانفلاميشنز دي كلها اتنفت. بقى لك الحاجة الوحيدة اللي موجودة بواجع فقط هي البيلاريكوليك. وما تنساش ان وجع البيلاريكوليك بيستمر لحد ست ساعات. من بعد ست ساعات لو المرض عامل واجع بريزيستان في نفس الوقت فيه حرارة عالية ساعتها الاجابة بتاعتي هتبقى اكيوت كوليسيستايتس. حلوة اول. ماشي. تخش على السؤال اللي بعد. السؤال اللي بعد بيقول لك عيانة عندها اتنين واربعين سنة جاية تشتكي من واجع في الرايت ابر كوادرات. لمدة اربع سنين. اه تعمل لها انكمبوليكاتد لابرسكوبية كوليسيستايتس كوليسيستيكتومي. يعني شالت المرارة بتاعتها. وتعمل اما ار سي بي. اكتشف ان انا عندي ستون موجودة في بتاعة ايه هو الموست ابروشميت كورسوف اكشل اللي انت هتعمله. والله الحل الامثل لعيانة خلاص شالت المرارة واكتشفنا ان احنا عندنا ستون في اللور بارت متاع الكمبول لك. اول حاجة اللي بجرب ال اي ار سي فيه واعمل سفينكياروتومي واندوسكوبيك بايل كليرانس. لو فشل بقى ممكن هلجأ لل اوبن سيرجيري بس هو ده الاوبشن الاولاني والاوبشن المثالي اللي انا بعمله. فانه هعمل اي ار سي بي. حلو. يبقى ده السؤال التاني. الورقة دي خلاصتها عيان عنده اه كولون كانسر. اكتشف انه هو عنده متس في الليفر في سيجمنت واحدة فقط. ريسيكشن العلاج بتاعي. طيب سيناريو التاني عيانة عندها وجع فقط وجع بعد ما تاكل الفيش والشيبز. يبقى اللي جاعة بتاعتي البيلاريكوليك. السيناريو التالت عيانة عندها ستون في بتاعته الكومن بايل داكت. اول حاجة واهم حاجة بعملها هي الاي ار سي بي. لو فشل بقى ساعتها اه اممكن اعمل الاوبن سيرجيري والحاجات التاني. لكن هو ده اهم اختيار واهم حاجة اقدر اعملها. ماشا نخش على السؤال اللي بعد. بيقول لك عيانة عندها اربعة وعشرين سنة. جاية في حادسة عربية. اه راحت الاميرجنسي دي بارتمنت. الضغط بتاعها كان تسعين على ستين. البلس بتاعها مية وعشرين. بتاعها لقى ان فيه على الابدومين. يعني حاجة في اللي هو موجود ناحية الشمال يعني. في بقى بتاعت البيوتنين بتاعت وحتى لقى ان انا عندي على اللي. اه خلص دي حالة اقول لك وانا بحلوا فايل التوصيل. اللي بيبقى عيان او عيان عمل حادسة لعب كورة خطة في بطنه ناحية الشمال. فخلاص هنا اه الكيس بتبقى حاجة في اللي بقى. ايه بقى هي السينز اللي انا بلاقيها مع اللي بقى مهمين جدا. الكيرن سين والكولن سين والبالانت سين مهمة جدا. طبعا ميرفي سين مش معاهم. طبعا الدونت سين مش معاهم. البالانت سين مش معاهم. الروفنين سين مش معاهم. حتبص في الاختيارات. هتلاقي ان الحاجة الوحيدة اللي معاهم هي اه الكيلن سين والكولن سين والبالانت سين. عفر ان انا قصد على الدونت سين هي اللي مش معاهم. تمام? انما التلاتة دولار فعلا موجودين. الدونت سين دي هنقابلها قدام دلوقتي. ماشي? اه مهمة قوي السؤال ده. ماشي. طيب. بيقول لك في السيناريو اللي فوق. السي تي ريبورت قال لي ان انا عندي جريد تلاتة. بيقول لك الجريد تلاتة فيها ايه? طبعا التير بيبقى مورزان تلاتة سنتي ان الدبس. وانا محمل لك ان شاء الله فيديو للانجري. هينزر ان شاء الله برضو النهاردة. مهم قوي تاخد بالك منه. طيب. نخش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه? بيقول لك خمسة وستين يير اولد ميل بياخد من استيرويدا لانتي انفراماتي درجة عشان الارثورايتس. بيقول لك ان هو كان عنده هارت بيرن. وعنده بياخد انتاسد برضو. بيقول لك ايه هو الحاجة او الميتابوليك ابنورمالي تزيل انا حلاقيها. الحالة دي بكل بساطة. حالة بيبتك والسر وعملت بايولوريك استينوزيس. طيب. الحالة دي الميتابوليك اتشينز اللي بيقى معاها ايه? تعال افكرك بيها البروجاكتايل ده العيان بيرجع اتش سي ال. تمام? يعني بيرجع حمض. عمال يفقد حمض. فبالتالي الدم بتاعه هيبقى الكالوزيس. اول حاجة. طيب. عمال يفقد كلور. فالكلور كمان عمال يفقده. وطبع ايه سيئلة ده بيبقى نازل مية. يعني معاها مية. مش في صورة بودرة لا. فصورة مية. فهو بيفقد مية كمان. مين دايما اللي ماشي ورا المية على طول? الصوديم. فالصوديم كمان بيبقى قليل. مين اللي حيتم استفزازه. لما الصوديم يقل. حيتم استفزازه. فالالدستيرون حيطلع محاولة منه انه يعوض الصوديم. فحيرمي بوتاسيام في البول. عشان يحاول يرجع الصوديم. فالمحصلة النهاية عند اننا عندي نقص في الاتش. ونقص في السي ال. ونقص في المية. ونقص في الان ايه. ونقص في البوتاسيام. يعني من الاخر كله نقص. وده من العيان LL-Alcalosis. فهناختار حيبو كلوريمك. حيبر كليمك. لا بوازتها. متابوليك الكلوز. اه ماشي. بس حيبر كليمك دي بوازتها. ما تاخدش بلك من متابوليك اسيدوزز في ترجعهم اختار الاختيار ده. لا فيه متابوليك اسيدوز بوزة الاختيار. طيب. هايبوكولوريمك هايبوكاليمك اه. دي حد هنا ماشية. متابوليك الكالوزيس اه. تمام? اه خلاص هي دي الاجابة الصح. ممكن لا داعي لاستكمال الاختيار الاخير. لكن عشان القاعدة اللي انا اقلها لك حاول دايما ترى الاختيارات كلها. هايبر هايبر بوزة خلاص. اه من اولها. السؤال اللي بعدها شوية بيقول لك ميل نيونيت. عنده اربعة جاي يشتري من يعني ما عداش على خلاص يعني هي الاجابة دي يعني السطر ضايحة للك السؤال. بات السؤال بيقول لك العيال عنده قبر ابدو من خلاص يعني السؤال شبس. السؤال ده موجود عندك في مذكرة آآ مزهودين اختيار زيادة. لا الشبس زي ما انت شايف ههو في الامتحان هي الاختيار رقم اي. تمام? اللي هي السؤال سهل خالص مش محتاجين انه ضايع على وقت. نجي للسؤال اللي بعده. عيان جاي يشتكي من ابيجاستريك بين. هذا ابيجاستريك بين معاملين وهي ما تيمسز وضيارية وويتلوس. الكلام ده كله. وبالقابر اندوسكوب لما تعمل لقينا ملتبول ديودينالالسر. آآ دي المواصفات بتاعة مرض اسمه زولينجر اليسون سندروم. المفتاح الكيبوردس بتاعته عندي اعراض في الجي اي تي اللي هي الضيارية والكلام ده كله عشان الجسترين بيبقى زيادة. وتاني حاجة الجسترين لما يبقى زيادة. آآ بيبقى عندي يعني ملتبول والسر وهما فهو ده الكيبورد بتاع زولينجر اليسون سندروم. ماشي? فعندك بيبتك والسر للتريتمينت. وفي نفس الوقت كمان آآ في ضيارية. فده عيان الزولينجر اليسون سندروم. نخش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك خمسة وعشرين في ميل جاية تشتكي من بيزار بيهيفيور وميموري بيقول لك انها آآ كانت بتشتكي من الاعراض دي آآ مع الهانجر والسويتنج والتاكيكارديا يعني اعراض الهايبو جليسيميا من الاخر يعني. وبيقول لك آآ اثناء هذه الاعراض البلد جولوكوز بتاعها كان بيبقى اربعين ميلي جرام لكل دي سيليتر. ايه الدياجنوز بتاعي? طبعا الدياجنوز بتاعي حاجة اسمه انسلينومة. الانسلينومة دي آآ جملة للامسكيو زيادة بتيجي اكتر في البادي والتيل. ماشي? وطبعا الانسلومة بتبقى بارت من من طايب وان. الانسلومة مع ويبلز ترياد. ان الويبلز ترياد بيبقى سمتمز اوف هايبو جليسيميا. اللي موجودة عندك في آآ السؤال. وتاني حاجة ان الجولوكوز بيبقى قل من خمسة واربعين ميلي جرام. اتنين منهم موجودين عندك طبعا الحاجة التالتة ان هي لما تاخد الجولوكوز السمتمز دي هتتحسن لكن دي مش موجودة في الكيز. ماشي? فالاجابة بتاعتي انسلينومة. يبقى لا تخلط بين الزلونجر الالسون سندروم اللي عندي فيها ضيارية مع مالتيبور ريفراجتوري بيبتكالسر. انما الانسلينومة دي كيز بيبقى فيها عيانة معها اعراض الهايبو جليسيميا. وفي نفس الوقت كمان الجولوكوز بيبقى قل من خمسة واربعين. والسمتمز تتحسن اول ما تاخد جولوكوز. دولة اتنين كزين في غاية الاهمية. ماشي. نخش على السؤال اللي بعده. بيقولك تلاتين يير اول مالد وومن جاية تشتكي او جاية ان الويب بتاحها مية وعشرة كيلو. والطول بتاحها مية خمسة وخمسين سنتي. بيقولك انها ضيابتك لعشر عشر سنين. وماشي على الانتي هيبر تنسف درج. ماشي. الكلام ده كله حلو. اه لكن مش حيفدني في السؤال قوي. بيقولك انها اه عملت عملية الرو ان واي. وجاستريج باي باس. ماشي. الرو ان واي جاستريج باي باس. اكتر او اكتر تبع اني نوع من الانواع التالية. هل الستريكتف? اه الستريكتف. هل ما لقى بزورف نتف? اه ما لقى ابزوربتف. يبقى الاجابة. طيب اش معنى? عشان تعمل وصلة دي يبقى انت هتحتاج انك تشيل جزء من المعدة وفي نفس الوقت بتعمل باي باس. فانا كده حققت الشرط بتاع اللي هو ان انا بشيل جزء. والمال ابزوربتف اللي انا بحاول ان دي يوز دريا ان انا بعمل باي باس لبرت من الانتستن فبعمل للعمليتين. فهي دي الاجابة الصح رقم سي. ماشي. اه ناس كتير برضو منكم سألوا في السؤال ده. لكن الاجابة الصحة بتاعته موجودة في كتاب دكتور المطري والاجابة الصحة كتاب القسم اللي كان نازل كان كتبها مال ابزوربتف والناس عندنا اختروها مال ابزوربتف وغلطوا فيها ونقصوا الدركتين بتوع السؤال. ماشي. اه ركز قوي انك انك تعمل الرؤن واي دي محتاج انك تشيل جزء من المعدة وفي نفس الوقت كمان بتعمل باي باس لجزء من المعدة والانتستين. فالاجابة الصحيحة ماشي نخش على السؤال اللي بعض. السؤال اللي بعض بيقول لك ايه لدر لي? عنده بيحس فجأة بيصادل لي من سيفير ستابنج اب دومينال بين. السيفير ستابنج اب دومينال بين يعني حاجة بين عنيف جدا. هذا البين هيكون مصاحب ليه اكتر مع الحاجات التائلاتية. طبعا الاكيوت مش هتنفع عشان مفوض البين بتاع الميكريتاس بابرة دياتينج للباك. وفي نفس الوقت كمان مش ماشي مع السنالي والاسلوسكوليروتيك بيشانت. ده نفس السؤال ده هتلاقيه بالضبط 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 عندك في الكتاب بتاع الفاسكولر مع الاكيوت اسكيميا. تمام? فهنا بالضبط حصل عندي اسكيميا بس في الجط. فالاجابة بتاعتي عياني الاسلوسكوليروزيس اللي بيدفولوب ميد على حسب مكان البين بيبقى على حسب الاسكيميا. لو في الدراعت او في الرجول يبقى هي دي الاسكيميا اللي عندنا في كتاب الفاسكولر. انما لو في البطن وبشكل عنيف هو ده المزينتريك فاسكولر اكلوجين. يبقى الكيووردس عيان عنده اسلوسكولوروزيس جاله سيفير ستابنج اب دومينال بين. حلو. بخش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك اتناشر آآ جاي يشتكي من ضيارية. بيبقى 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 يعني بيتني كده رجله على بطمو. الدونتساين دي طبعا كلنا عارفين انها بتبقى موجودة مع سؤال برضو مهمة قوي. دونتساين على طول انترساين. تمام السؤال بيبقى حالل نفسه. نخش يا شباب على السؤال اللي بعده بيقول لك تلاتة روحين اير اول ديميل عمل رايت هيمي كليوكتيمي عشان كان عنده تيرمينال ايليا الكورونزيز يعني مشكلة في التيرمينال ايليا. نتج عن هذه المشكلة ان العيام بقى بيديفولوب دي بيلا ريكوليك. فعايز يعرف ايه هي اللي ستون اللي عاملة هذي البيلا ريكوليك. واحدة واحدة نفهم السؤال. التيرمينال مما ادى الى تكوين كولستيرول ريتش ستون. جملة مهمة جدا الكيوورد بتاعها مشكلة في التيرمينال ايليام ادت الى حدوث ستون. وبيلا ريكوليك. ماشي? يبقى الحل بتاعي ساعتها يبقى ايه? طبعا كولستيرول ريتش جول ستون. ماشي? نخش على السؤال اللي بعده. خمسة وخمسين يير اول في ميل بتشتكي من. لحد هنا الاجابة بتاعتي عايز اعرف بقى هل هي ميكانيكال ولا باراريتك اليس? اللي يحدد لي دي هو البين. فقال لك بعد كده ان انا ما عنديش بين. فخلاص الاجابة بتاعتي البراريتك اليس. البراريتك اليس هو اللي مفهوش بين. اما في ابدومينا البين. طيب. كده انا عرفت اول جزء من السؤال اللي هو باراريتك اليس. ما اصعرف السبب بتاعه. بيقول لك العيان ده او العيانة دي كانت بتاخد فيلوزامايد انجيكشن عشرين ميلي جرام طوائز ديلي. طبعا الدواء ده بيتاخد للمب اديمة. ومن اشهر بتاعته اللي بيعمل هايبو كاليميا. ماشي? تمام. بيقول لك ما ان كان عندها سيزيريان سكار وبراء امبلايك الهيرنيا. ما تطلقبتش تلاقيه براء امبلايك الهيرنيا تروح تختار الكمبيليكات ببراء امبلايك الهيرنيا. كلا والف كلا وكل كلا على كلا. الكيز واضحة ووضوح الشمس انها حالة براء امبلايك الياس. بالسبب الدواء اللي اسم الفروزامايد ده. لان من بتاعته الهايبو كاليميا. فبذلك الاجابة بتاعت الصحيحة تبقى الهايبو كاليميا. كيز مهمة جدا ممكن تجيلك حتى في التوصيل اعرفها البراء امبلايك الياس اللي ديوتو هايبو كاليميا. نخش على السؤال اللي بعده. سؤال اللي بعده بيقول لك عنده ميوسيناس اسايتس. ماشي? هذا الميوسيناس اسايتس وجده معاه ان فيه ابنديكولار ماس. هو التشخيص بتاعك الكيز دي هتاخدها بالتفصيل اكتر في النساء. لما يبقى عندك في الابنديكس او عيام بقى اللي هو الميه اللي عنده مشكلة في الابنديكس كانت عندها ميكوية كارسنومة او كيز ميوكس وبومaby ربشار. مما يؤدي ان البريطنيام عنده يبقى فيه ميوسيناس فدي كيز اسمها سودو ميكزيومة بروتوناي pane. تمام? لان الميوسيناس اللي لفرقة عضاء حيروح عند البروتونايام ويعمل لكيز دي بتاعه السودو ميكزيومة بروتوناي الكيوورد بتاعها لو في ميلة. لو ميل او ممكن في ميل كمان يبقى الربشار بتاع الابنديكولار ماس وتلاقي مع العيان ميوسيناس أسايتس كيز مهمة جدا سودو ميكزيوما بروتيناي نخش على السؤال اللي بعده 1 و 40 يير قولد في ايميل بتاخد أورال كونتراسيبت في بيلز بقى عندها راية هايبو كوندريال ماس لقينا ان الليفر عندها باسيتي في ماس اللي هو تيومر ولما عملنا الألفا فيتو بروتيال لقيناها نورمل يبقى اللي جاء بتاعتك كارسينومة ولا أدينومة أكيد طبعا أدينومة تيومر المرتبط بالأورال كونتراسيبت في بيلز وحصل راية هايبو كوندريال ماس الكيس دي برضو موجودة في التوصيل بس بيقولك ان انا عندي صولد ماس عشان بس يفرقها لك عن حاجات تانية بتبقى فاسكولور لكن عمتا عايزك تربط دماغك أورال كونتراسيبت في بيلز بي الهيباتك أدينومة السؤال التالي كان عنده في أبدومينا البين والأبر اندوسكوب والكونسكوب الحاجات دي كلها طرحت نورمل نكمل السؤال معايا كلها لحد ما توصل لإيه ان السيل هي الكوشينيسكي سيل الكوشينيسكي سيلز دي بتطلع أو بتعمل تيومر في الأبندكس اللي هو الكارسينويت تيومر انا للأسف ما كنتش موفق في السؤال ده ودماغي حصل فيها لابس ما بين الكاجال سيل اللي بتطلع منها الجست وما بين الكوشينيسكي سيلز اللي بتعمل كارسينويت تيومر واختارت الجست فانا مش عايزك تغلط غلطتي دي لا السؤال تهتم بكل كلمة فيه شفت انا يعني والله عارفها يعني السؤال عارفها صام من كوشينيسكي سيلز بتاعت الكارسينويت تيومر والكاجال بتاعت الجست لكن هي لابس كده وقت الامتحان اه اتمنى ما تغلطش غلطتي دي السؤال تقرأ تهتم بالكلمات المفتاحية اللي توصلها لك للإجابة كوشينيسكي سيلز دي خلاص تحل السؤال انه هو حيطلع من الكارسينويت بالاختيار رقم بي ماشي طيب نخش على السؤال اللي بعض بيقولك انه هو البطن بتاع الدزيز البطن بتاع الكولودوكال سيز بتبقى نتيجة هتلاقي الجملة اللي تتماشى مع الجملة اللي أنا قلتهها دي هي وهو البطن بتاع الدزيز لا هو ولا هو ملتبون دايورتيكولم ولا هو دفيوز ساكولر دايلاتيشن في الكومة البايل داكت لا هو نتيجة دايلاتيشن. ماشي? ليه? السؤال لبعده. خمسة واربعين يير اولد ميل بيشتكي من ميوكاس ديستشارج في الريكتام. فور سيفرال منس. الريكتال آآ بيقام نشيل بس بروفيوز. آآ وهاز ميد هم فيه يعني البقى ده يحسه بضعف. وعنده لصف ويت والريكتال اجزامينيشن. وجد ان هو عنده فيه لارج جروس بالبابول. تمام? السيرم بوتاسيام بتاعه قليل. اتنين ونصف ميلي مول. بيقول لك آآ عمل كولونسكوبيك بايوبسي الريبورت اللي انت غالبا هتلاقيه. طبعا الادينومة اللي مرتبطة بالهايبو كاليميا هي الفيلوس ادينومة مهمة جدا. تمام? الفيلوس ادينومة البوتاسيام بيبقى قليل فيها. دي مفتاح حل هذا الكيز وجملة في غاية الاهمية. طيب نخش على السؤال اللي بعد. بيقول لك ايه? بيقول لك اتنين وستين يير اول بريزينت اتنين وستين يير اول بريزينت اتنين وستين يير اول دي دي بريزينت بيه ابدوميل البيين. وعملت سي تي واجدت ان عندها ليجن في الانتراداكتل بابيلاري ميوسيناس ليبلازم. ميجر خمسة وعشرين ميلي ان ديامتر. وقفقت البانكرياس. في البانكرياس يدي تحديد. ايه هي? المست ابروشية نيكست ستيب. انا خلي بالك دلوقتي انا ستيتي. ولقيت ان انا عندي انتراداكتل بابيلاري ميوسيناس نيبلازم. يعني خلاص انا عرفت ان انا عندي نيبلازم. نيكست ستيب بتاعت ان انا عمل ستيجنج للتيومر ده. ابدأ اشوف بقى واضغط على وليه وعمل ايه والستيجنج بتاعته ايه. فساعتها الحل بتاعي ان انا اخد جزء من البانكرياس. البانكرياس ده عبارة عن مهلبية. ما ينفعش اخد منه بيوبسي. هل كله وكله على كله. هناخد شفطة من هذه المهلبية. اه اللي هي بتاعة التيومر عاملة ازاي. فانا هعمل اندوسكوبك. تمام? الخطوة جاية خطوة. اشوف بتاعة التيومر ده استيجي كام. والحاجات دي كلها اللي حاضر احددها من الخانية اللي هتطلعلي بال في البانكرياس ويفضل عن السي تي جايد بيوبسي. حلو. نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لك تلاتاشر ير اولد تشايلد. جاي يشتكي من كورونيك ديارية الخمسة مانس. اللور جاي تي اندوسكوب اه بريفورميد. لقينا ان هو عنده ميت اسمول بوليب. دستريبيوتد في السيجمويد. والريكتر. الملتبل بوليبز دولت ريموفد واسترولوجيكال ريفيلز ادينوما. نو افيدنس اف اتيبيا او ديس بيليزيا. ايه هو الحل بتاعك? دي عبارة عن كيس فيها اكتر ميت بوليب دي فاميليا البوليبوزيس كولاي. تمام? ودي بتقلب مية في المية بليجنانسي. لا يغر انك عدم موجود الاتيبيا او الديس بيليزيا دي مية في المية هتقلب مليجنانسي. يبقى انت لازم تشيل الكولون وتعمل الباوتش. هو ده العلاج بتاعها زي ما هتلاقيه موجود عندك في الكتاب. عشان اكمل الكنتينووتي بتاع جي اي تين. خشت على السواق اللي بعد وضحا بسمجه زي ما هو للأسف. بيقولك ان احنا لقينا آآ ميل بيشنت بيشتكي من بليدنج من الريكتم. آآ فور سيفرار ويكس عملنا كولونسكوبي لقينا ان هو عنده فور سنتي متر ان دي امتر فيلاس ادينوما. تمام. بالن الماليجنسي بتاع البوليت هي مفوض بتقسم ال 2 سنتي وأزيد من ال 2 سنتي الكتاب كانت أقرب اختيار لأن الكتاب كان معسامها لأزيد من ال 2 سنتي تبقى نسبة أنها تل الماليجنسي أكتر من 50% فأكتر نسبة كانت لها في الاختيارات هي 55% احفظ السؤال ده على عليته وأنا احنا نزل لك الاسكيمة لما يبقى كم سنتي تختار كم في المية نسبة أنها تقلب ماليجنسي دي تبصمج كما هي السؤال ال 4 سنتي 55% وتحفظ السؤال اللي انا هنزلولك لها ان شاء الله بعد كده يا شباب السؤال اللي بيقولك أن انا عندي هذا الالدارلي بيشتكي من كورونيك كونستيباشن فور ميلي ييرز فهو بيقولك أنه هجاله صادن كولكي ماشي ماشي متأكد العبارة الصحيحة لهذا الاختيار هو ايه الكيوورد بتاعت هذا السؤال رجل كبير عنده زي ما دكتور عالي كان بيقول وبعدين راح جاي لأينا حاجة ادت ان السرجون يباص خلاص حلت السؤال ان هو في السؤال ده كان جالينا في والتوصيل الاتنين ماشي نخش على السؤال اللي بعده رجل عنده امساك الحتة دي مهمة جدا احفظ معي حاجات الرجل الكبير اللي عنده يمساك ده هننزلها مع بعض ان شاء الله جاله ولكن هذا كان ماشي درجة اللي هو نزف اتنين ونص لتر في اربع ساعات بص معي اهم سبب ليه هو الكلون طب الكنسر لا الكنسر يعني مش المحبز ان هو بيعمل بليدنج هو بيعمل نعم ولكن هذا ليس مثل يبقى هل الكنسر بيعمل كله كله على كله اللي يعمل لي اللي موجود هنا هو فهو اللي انت هتختاره دايورتيكولار زيزق في الكلوم الراجل الكبير اللي عنده امساك اللي حصله سيناريو راجل كبير عنده امساك ما بعد هذه الجملة مهم قوي وكزا حاجة بيقدي لها في منهج الجراحة عندنا اخر جملة في الامتحان بيقول لها خمسة وعشرين كان بيشتكي من وكان عنده نفس الاعراض دي في والماظر بتاعته كمان بتاعته كانت اكسبت ان انا عندي حاجة اسمها دي حاجة بتكشف عن الدم ماشي وبتدي اكتر للحاجة اللي ممكن تقلب ما اللي جنا نسين وكمان الهيستوري كنه ماشي مع الريكتال بليدنج وهيستوري في فدي حاجة يعني بتورس فاكتر اختيار ماشي مع الموضوع هو يبقى حاجة ويسجاوز يبقى دي هي نعدي بقى الكي ووردز كلها كده بسرعة وانا هقصلك الجزء ده وانزلولك كفيديو لوحده بتاعت اول حاجة عيان عمل عشان بعدين فهذا كانت تلاتة اللي هي واحدة فقط فالاكشن بتاعي ان انا هعمل تمام لخلال الستة ويكس الجيد فده هو الاختيار الصحيح ليه لان فقط ومعندش حاجة تانية فالريسكشن هيجيب نتائج طيب عيانة جلها وبعد تناول وهذا البين بيختفي بعد ساعتين الفيفر زي ما هي طبعية بيزيدك من الشعر بيت ان الفيفر طبعية فحاجات الانفكشن دي كلها مش نفع والبين الوحيد اللي عندي هو طيب السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده عيانة عمل ولقينا ان عندها ايه هو المناسب اللي انت هتعمله سفينكوتاروتومي هو ده اول بتعمله فشل بنبدأ بقى نشوف الحاجات التانية اللي احنا ممكن نعملها ماشي السؤال اللي بعده العيان اللي عمل حدثة وحصل له اسبلينك ربشر وفي اسبلين هيماتومة ايه هي الساينز اللي بنشوفها مع اسبلين هيماتومة طبعا الكيرن الساين والكولن والبالنس ساين بيقولك السيناريو السابق لقينا ان انا عندي جريت تلاتة اسبلينك انجري ساعتها الاجابة بتاعتك هتبقى تير اكتر من تلاتة سنتين ماشي؟ السؤال اللي بعده ايان كان بياخد انسيدز عشان الارثرايتس حصل له بيبتك الثر بياخد علشانه انتسد تمام حصل له الفومتنج ده هيبقى مصاحب معا ايه؟ هيبقى مصاحب معا الحاجات كلها هايبو وميتابوليك الكالوس لانه بيفقد اسد والاسد ده في صورة مية فالمية كمان بتتفقد والمية ماشية دايما في الجسم مع السوديم وطالما فقدت السوديم تم استفزاز الالدستيروم فطلع محاولة منه انه يحاول يرجع السوديم كما كان فانت بدأت تفقد بوتاسيوم فانت هتختار الحاجات اللي فيها كلها هايبوهات وميتابوليك الكالوسيس ماشي نخش على الكيورد بتاع السؤال اللي بعده اه ده العيان اللي عنده اللي هي الشيبس ماشي السؤال اللي بعده واحد عنده ضيارية وعنده ريفراكتوري ميديكال تريتمينت ألسر ولقينا مالتبل ديودينال ألسر يبقى ديزولينجر إلسون سندروم مالتبل ألسر مش بتتعالج بميديكال تريتمينت مع ضيارية ديزولينجر إلسون سندروم طيب العيان اللي عنده الويبل ترياد اللي هو عنده بتاعة والجلوكوزة أقل من خمسة واربعين أثناء الأتاك دي ممكن تيجي سؤال نظر يخلي بالك ماشي الكيز اللي بعدها عملية النوع بتاعها ايه السؤال اللي بعده عيان كان أسلوسكيلوروتك وبعدين حصل له صادن سفير أتاك من الأبدوم من قلبين دي الكيز بتاعت المنزينتيريك فاسكولار إكلوجان أسلوسكيلوروتك بيشنت وبعدين بدأ بقى يجيله أتاك من ستابينج بينا على حسب المكان بختار نوع الليسكيميا بان انا في الجاكي فبعدلاش إلا حلو طيب السؤال اللي بعده بوزيتف دانسي ساين ماشي السؤال اللي بعده العيان اللي عمل تيرمينال مع التيرمينال حصل له نتيجة تكون نوع الستون دي أكيد عشان السولتس ما بقتش تمتص كويس فحصل خلل في النسبة ما بين السولتس والكولستيرول فحصل عندي حلو السؤال التالي العيان اللي هو حصل له مفووش بين في نفس الوقت كان بياخد فروزامايد عشان يبقى كده العيان ده حصل له هي اللي قدت الى فالإجابة الصحيحة السي جميل طيب السؤال اللي بعده وكان عنده يبقى نتيجة وجود أو يبقى السؤال اللي بعده أورال كونتراسيبت في بيلز لأنا ماس في الليفر والالفا فيتو بروتين نورمل والماس دي لو قال لك سولد يعني بيزيدك من الشعر بيت يقولك انها سولد ماس اللي إجابة بتاعتي هيباتك أدينوم السؤال التالي كوشنسكي سيل متغلطش الغلطة بتاعتي بقى يعني أنا ضيعتها هي بتنسب من القبائل حصل خير يعني هتختار كارسينويت لو قال لك كجالسيل يبقى الجست طيب الكولودوكالسيست بيبقى طيب أدينومة أو في الريكترم مع هايبو يبقى لجابة بتاعتك فيلوس أدينومة طيب السؤال التالي تيومر في البنكرياس الخطوة التالية للستيجنج مش هاخد بايوبسي أكيد هعمل اندوسكوبك ألتر ساوند اندفاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي حلو السؤال التالي عيان عنده فاميليا البلوبوز اسكولاي ان كده هتشالها توتال بروتو كولوتومي وي اليو اينال جي باوتس ري كونستراكشن السؤال التالي الأدينومة اللي هي 4 سنطي نسبة انها تقلب الى ماليجنانسي 55 في المية السؤال التالي العيان الالدرلي اللي هو عنده عملنا وبعد هنا دخلنا خلاص يبقى الاجابة العيان اللي عنده بليدنج يا اللي موجود عندك اوعة تختار الكنسر ليه لأن الكنسر بيعمل لك ولكن مش بيبقى خمسة وعشرين العيان اللي استاذبتوه عندهم بليدنج والفزيكا 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 وضمتم سالمين وبالتوفيق لكم جميعا ان شاء الله اشتركوا في القناة